على همش اجتماعي الدورة الثالثة وثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تعقد في تونس برئاسة مملكة البحرين التقى الفريق الركن معالي شيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وتم بحث عدد من أوجه التعاون والتنسيق الأمني العربي لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها الساحة العربية بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين والتي تشهد تناميا مستمرا في عهد القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وأشهد معالي الوزير خلال اللقاء بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ودعم مسيرة التعاون الأمني الخليجي والعربي منوها إلى همية زيادة التنسيق والمضي قدما نحو مزيد من التعاون والتنسيق وتنسيق الجهود لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف الذي يتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصلة وفي إطار مواصلة معالي وزير الداخلية للقاءاته على هامش اجتماعات الدورة ثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التقى معالي ومعالي لواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حيث أكد معالي الوزير على دعم مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات الأمنية التي تقوم بها مصر الشقيقة لمحاربة الإرهاب والتطرف وتشفيف منابعه مشيرا إلى أن مصر تشكل عمقا عربيا استراتيجيا من خلال مواقفها الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومؤكدا معالي دعم التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات خاصة في المجال الأمني من جانب أعرب معالي وزير الداخلية المصري عن تقديره لمواقف مملكة البحرين المؤيدة لما تتخذه جمهورية مصر العربية من تدابير أمنية لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله انطلاقا من الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين وقد تم خلال لقاء بحث سبل تطوير مجالات التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك وفي سياق متصل لنلتقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بمعالي السيد سلامة حمد وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأكد معالي الوزير خلال اللقاء أهمية التعاون والتنسيق الأمني المستمر بين البلدين الشقيقين في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتعاون المشترك لمواجهتها مشهدا معالي بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظهما الله ورعاهما وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وسبل تطويرها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك كما التقى معالي وزير الداخلية بمعالي السيد الهادي مجدوب وزير الداخلية بجمهورية تونس الشقيقة بحضور معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير مجالات التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك وتطورات على الساحة الإقليمية